وللمزيد من التفاصيل ينضم معي من الرياض مراسل الإخبارية عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن مساء الخير وسعيد بوجودك معنا اليوم في الرياض وسعيد أيضا أنك موجود معنا في حلقة اليوم عبد الرحمن يعني يليت تعطينا تفاصيل أكثر عن هذا المعرض مساءك سعيد فيصل بالفعل هذا المعرض الذي يقع تحت إشراف المركز الوطني للتمور والنخيل يهدف لرفع الأفاق التسويقية لمنتجات التمور محليا ودوليا هذا المعرض كما أشرت يشارك فيه أكثر من 40 مؤسسة وشركة محلية ودولية لعرض منتجاتها من التمور والصناعات التحويلية منها أبرز المشاهدات حول هذا المعرض هو حجم الزوار المتصاعد منذ طراقة المعرض يوم الخميس الماضي ثلاث أيام متبقية هي من عمر هذا المعرض الدولي والذي ينقل الزائر إلى تجربة ثرية تبدأ تفاصيلها من منتجات التمور والصناعات التحويلية منها أيضا الصناعات أو الأدوات الصناعية والقطاع الصناعية وخطوط الإنتاج الصناعي المتعلقة في صناعات التمور والأجنحة التي تعرف بالطبع بأفاق التجارة الإلكترونية ومدى الاقتصاديات التي سيحتضنها التمور وإنتاج التمور في المملكة اليوم وزارة البيئة والمياه والزراعة تفاخر بأرقام مختلفة حول ثروة النخيل وإنتاج التمور داخل المملكة عبر ما يتجاوز 30 مليون نخلة تنتج ما يفوق مليون ونصف المليون طن سنويا المملكة بطبيعة حال تستحوذ على ما يتجاوز 17% من إنتاج التمور في العالم أيضا 107 دولة تستورد التمور ومنتجات التمور من المملكة هذا المعرض يهدف إلى إثراء تجربة الزائر حول التمور عبر العديد من الأجنحة والتي تبدأ بعرض منتجات التمور والمنتجات العضوية منها والصناعات التحولية وأيضا التعريف بالأفق الاقتصادية لإنتاج التمور وأيضا المحاولة والسعي لإدخال عدد كبير من رواد ورائدات الأعمال لتجارة التمور ولعل من أبرزها التجارة والتسويق الإلكتروني في التمور أجنحة متعددة في هذا المعرض لعل من أبرزها متحف التمور والذي يستعرض أرقام حول اقتصاديات إنتاج التمور حول المملكة والخالطة الجغرافية لمناطق المملكة والزاخرة بمنتجات عدة من التمور أبرز المشاهدات أيضا في هذا المعرض ما رصدناه ما يتجاوز أو ما يقارب 20 نوع من التمور في مختلف مناطق المملكة تنتج وتعرض هنا في هذا المعرض أبرز الأجنحة تقدم هذه التمور كضيافة وكتجربة للعميل قبل اقتناء أنواع متعددة وأصناف متعددة من التمور وهناك صناعات تحولية متعددة من التمور منها منتجات مثل البكيلة ودبس التمر وغيرها من المنتجات هذا المعرض أخيرا يسمح بتجربة ثرية للزائر للتعرف على التمور ومنتجات التمور يتواجد هنا مطبخ مباشر يشارك فيه أبرز الطهاء السعوديين من الجنسين لصناعة وجبات غذائية يدخل التمور في مكونها الأساسي وأيضا حلويات ومنتجات أخرى لعله أشير أخيرا فيصل إلى أن القهوة العربية وهي قرينة التمور دائما أصبحت اليوم حسب الحديث الذي جرى مع المركز الوطني للنخيل والتمور أصبحت القهوة على قائمة الطلبات في المقاهي حول العالم هذه القهوة التي يعتبر التمور هو قرينها دائما وهو يعني معيار الضيافة السعودية يعني أصبح اليوم علامة بارزة محليا في المملكة وأيضا يتعدى ذلك إلى أفاق دولية متعددة ترجمة نانسي قنقر